موسيقى أهلا بكم أيها الأخوات في حلقة جديدة من المشهد اليمني نناقش فيها تحركات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأخيرة لوقف الاقتتال الدائري في اليمن منذ ثمانية عشر شهرا كيف تلقت الحكومة الشرعية مبادرة كيري التي اعتبرتها محاولة لإفشال مساعي السلام موسيقى 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 برغم الدعوة السابقة والمتكررة للإنقلابيين من قبل المجتمع الدولي لوقف الحرب ووقف نزيف اليمنيين إلا أن الإنقلابيين في كل مرة ينقضون كل دعوة للسلم والعملية السياسية وينقضون كل الاتفاقيات آخر هذه الدعوات تلك التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لوقف الحرب إلا أن الحكومة الشرعية تفاجأت بتلك التصريحات والتي وصفتها بأنها من طرف واحد وأنها تقوض العملية السلمية وتزيد من حدة الصراع الحرب التي أشعلتها ميليسيات الحوث والمخلوع الصالح على اليمن التي حصدت أرواح آلاف اليمنيين وهجرت أكثر من ثلاثة ملايين شخص ودمرت البنية التحتية الانقلابيون على مدى فترة الحرب التي أشعلوها ورغم الدعوة إلى تفاوض مع الحكومة الشرعية التي أنقلبوا عليها إلا أنهم لم يجنحوا للسلم وفي كل دعوة إلى تفاوض أو هدنة سرعان ما كانوا ينقضون عليها وينسفون كل المفاوضات والاتفاقية الدعوة الجديدة من وزير الخارجية الأمريكي كيري بوقف الحرب في اليمن الحكومة الشرعية نفت وجود أي علم للحكومة بما ورد في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي هذه تصريحات مستغربة لأنها تتم دون علم الحكومة اليمنية ودون اتفاق معها ومن ثم فإننا يجعل التساؤل قائم مع من تم الاتفاق من الاتفاق له طرفين الوزير كيري كان في مسقط وكان هناك الانقلابيون فهل تم الاتفاق من جانب واحد وهل سيكون هذا منزم وهل هو اتفاق لأن الاتفاق يقتضي أن يكون أطراف الأساسية موجودة في الحكومة اليمنية ليست فقط الطرف الأساسي ولكنها أيضا الحكومة الشرعية التي يعترف بها المكتبع الدولي مصادر مقربة من الانقلابيين أكدت أن الحوثيين انقلبوا على المخلوع بشأن تشكيل حكومة في صنعاء وأبلغوا كيري موافقتهم بشكل منفرد على وقف إطلاق النار بدءا من اليوم إضافة إلى تشكيل حكومة قبل نهاية العام دون مشاركتهم للمخلوع صالح فهل يستطيعوا كيري إقناع الميليشيات بفك الحصار على المدن وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الحرب في اليمن عبدالفتاغ اللاب لبرنامج المشهد اليمني ترجمة نانسي قنقر أيها الأخوان ورحبوا معنا في السوديو والبرنامج بالأستاذ أحمد المهدي الخبير والبحث في الشؤون اليمنية مرحبا بك معنا سوالح أهلا وسهلا بك وبالمتابعة الكريم وبطاقة من البرنامج جميعين ومرحبا بكم أيضا أيها الأخوان ورحبوا بضيفنا من فعز العقيد عبده حمود الصغير أو صغير رئيس عمليات اللواء السابع عشر مرحبا بك معنا عقيد عبده حياك الله خلح حبيب وحيا ضيفك الكريم أبدأ هنا مع ضيفي في السوديو البرنامج يعني تحركات كيري التي جاءت في لحظات مفاجئة حقيقة وفي غيابي كثير من الأطراف يعني بما فيها الممثل الأممي الذي يبحث الملف اليمني لم يكن أيضا ظاهرا في المشهد في مشهد الحديث وصرح أيضا كيري بما قال يعني كيف تفهم أنت كمحل السياسية وكأيضا خبير في الشأن اليمني وفي القضية اليمنية تحديدا التحركات التي قام بها كيري يبدو على أنها يعني ارتجالي من الإدارة الأمريكية وهي انقلاب على القيم الأمريكية التي تنادي بها يعني فمثلا أمريكا تنادي بمكافحة الإرهاب وتسعى لذلك وهي تعلم أن جماعة الحوثي جمعها بالطبع إرهابية من خلال التصرفات والسلوكيات التي تمارسها في الواقع اليمني يعني على الأرض تمارس أعمال إرهابية بحق المواطن اليمني وبحق الأمن الإقليمي وتشكل حالة تهديد للسلم والأمن وبالتالي هذه أولا انقلاب على القيم التي تنادي بها الإدارة الأمريكية ومن ثم أيضا هي انقلاب على قرارات مجلس الأمن التي أمريكا مشاركة في هذه القرارات بشكل مباشر وهذه الانقلاب على قرارات على قرار مجلس الأمن الثنين لثنين ستاعش يعد حالة من حالات يعني قلب الطاولة على الاجتماعات والاتفاق والمفاوضات كلها التي جرت في جينيف وفي الكويت وفي غيرها الشاهد من هذا أن يبدو أن هناك تدخلات إيراني مباشرة في هذه في تحركات جونكيري على اعتبار أن إيران تحاول أن تنقذ الحوثيين وهم الآن يتلقون أشد الهزائم وهم في حالة ضعف وخور وجبهتهم في حالة استنزاف وأصبحوا في حالة شحة بشرية والقوة البشرية أصبحت منهكة وعلى هذا تحاول إيران أن تنقذهم لأن المسار السياسي يمثل يمثل إنقاذ دائما دائما في المفاوضات في تعامل الشرعية اليمنية مع جماعة الحوثي والانقلابين ومن حالف جماعة الحوثي من جماعة علي عبدالله صالح هؤلاء كلما حصلت مفاوضات كلما منحتهم فرصة لأن يتقوّوا وعطتهم حالة استراحة لأن يعيدوا نشطهم من جديد وهذه مشكلة المفاوضات أنها كلما حصلت هدنة أو حصلت فترة مفاوضات كلما استغلوها ليقوّوا أنفسهم لأنه لا يوجد لا يوجد بوادر حسنية يعني لو كان هناك بوادر حسنية من جهة الإنقلاب على أنهم سيخضعوا للشروط التي يعني التي يجب أن يلتزموا بها مثلا كنزع السلاح وتسليمه كتسليم مؤسسات الدولة الانسحاب من المواقع كلها هذه لو تم تنفيذها لا يوجد يمني لا يوجد يمني سيعترض على مسألة السلام الشعب اليمني كله بما فيه الحكومة الشرعية والمواطني اليمني من أقصى المهرة إلى أقصى صعدة ينشد السلام ويطلب السلام وهو شعب مسالم لا يتطمع إلى الحرب ولا يتطلع إلى حالة الفوضى وبالتالي الكل ينشد السلام خصوصا في ظل الأزمة الخانقة والمجاعة والأزمات والنكبات التي اختلقها الحوثي وأوجدها على أرض الواقع والسوق السوداء والمتجرة بآلام وأوجاع الشعب اليمني هذه كلها أدت إلى حالة احتقان شعبي داخل المجتمع اليمني يدفع بالحوثي إلى حالة من الحرج يعني الآن الحوثي أصبح منبوذ وأصبح مشتوم على كل اللسان داخل المجتمع اليمني خصوصا في الخارطة التي يسيطر عليها الحوثي لأنه أصطنع لهم أزمات كانوا في غناء عنها وأوقعهم في مجاعة وأوقعهم في حالة إنسانية مأساوية هذه جعلت الشعبية تنحصر لدى الحوثي حتى بعض المواليين للحوثي من المؤتمرين أصبحوا الآن يتضجرون من سياسة الحوثي سأتي على غياب صالح أيضا في المشهد أيضا نفس حتى المشهد الأخير أنا أقصد أن الحوثي على وشك حالة الهزام من كل الجوانب دعني انتقل لضيفي معي ضيفنا الثاني طبعا العقيد عندنا العقيد عبده نسألك أيضا ضيفي هنا عقيد عبده تحدث عن قال إنهم يعني الحوثيين يتلقون أو الحوثيون يتلقون هزائم متوالية في وصفه للمشهد بشكل عام هناك احتقان ضد الحوثيين هناك يعني ملامح هزيمة قادمة ضد الحوثيين وربما تكون قريبة كعسكري تعيش هذا المشهد عن كثب يعني إلى أي مدى يعني تبدو لك هذه الصورة واضحة حياك الله أخي وحيا ضيفي الكريم أؤكد كل ما قاله ضيفك الميليشيات اليوم هي تعيش في حالة انهيار شديد وحالة أزمة داخلية بينها أزمة ثقة بينها وبين المخلوع في جميع النواحي ففي تعز مثلا تتوالى هزائم هذه الميليشيات في أكثر من قبهة ففي القبهة الشرقية هناك هزيمة متوالية منذ ثلاثة أيام وسقوط أكثر من أربعين موقع لهذه الميليشيات والآن معارك تدور حول القصر الجمهوري وقصر التشريفات أيضا في السلو تقريبا تم السيطرة على كل مناطق السلو في حيث هناك تقدم كبير وفي أيضا في بني عمر هذا يدد الواضحة على أن الميليشيات اليوم منهارة سواء في العد البشري أو القانب التشريح العسكري هي تحاول بكبرياء بكبرياء مهزوم أن تظهر للعالم أنها ما زالت قوية تقوم بقصف شديد لجميع الأحياء السكنية دلالة على نكستها في الميدان العسكري وميدان المواقهات كل الشواهد الآن تدل دلالة واضحة على أن هذه الميليشيات تعيش أزمة انكسار وانهزام في القريب العاقل بإذن الله عز وجل سيكون انهزامها المتكامل على مستوكل القبهات في اليمن ما نشاهده في قبهة نهم في قبهة ميدي في صرواح في كثير من القبهات الميليشيات تمنى بخسائر فادحة كبيرة جدا وهذا يجعلها تعيش شحة في الموارد البشرية وغيرها ماذا عن الاستنفار هناك حركة استنفار في تعز في جبهات تعز الآن ماذا عن هذه الحركة منذ ثلاث أيام والقيش الوطني والمقاومة الشعبية يخوضون معارك قوية ومعارك شرسة ضد هذه الميليشيات استنفرت كل القوى الحية في تعز كل قوى القيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل القبهات تحركت هذه القبهات بدافع قوي جدا بدعم قوي من دول التحالف مثلا بمملكة العربية السعودية ودولة الإمارة العربية الشقيقة هناك تقدم كبير في هذه القبهات والسنفار لكل المقاتلين حقق على الميدان نتائق طيبة ونتائق إيجابية رائعة جدا خلال ستستمر هذه المعارك خلال أيام القادمة لتحرير ما تبقى من المحافظة التعز ومن مدينة التعز بشكل كامل والوصول إلى مناطق التماس مع محافظة إب ومع محافظة الحديدة للتخلص بشكل عام الميليشيات من تعز والنواري صفحة سوداء من صفحات التاريخ اليمني الذي سيتحدث ذات يوم الماء بأن هذه الميليشيات التي تسمي أنفسها مسيرة قرآنية ما هي إلا مسيرة هدم ومسيرة دمار ومسيرة تنكيل بأبناء الشعب اليمني لم نقد منها إلا دماء تسفك في الشوارع سواء للنساء والأطفال ومساكنها تدمر ومساكنها تهدم وشوارع تفقر وزراعة كثيفة للعبوة الناسفة الإيرانية المقوسية وزراعة الألغام المتكاثرة في كل مناطق المدينة أخي الحبيب اليوم نحن نعيش كل مناطق التماس وكل مناطق التماس كلها عبوات ناسفة ومتفقرات فخخة جميع البيوت ماذا قالنا من هذه الميليشيات غير هذا الدمار الشامل هذه الميليشيات سيأتي يوم التاريخ يوما ما يتحدث عن هذا الإقرام الذي لمشهده التاريخ اليمني قطى يوما ما عودل أستاذ مهدي موضوع أيضا غياب علي عبدالله صالح في المشهد الأخير اللمس إذا ليس له صوت ولا حضور أيضا ولا تعليق حتى على المشهد هالتبعية الكاملة أو أن هناك ثمة خلاف وظهور انشقاق وخلاف أكثر مما كان قبل المسألة أن هناك حالة ملتهبة داخلية ما بين جماعة الإنقلاب كان يظن الحوثيون أن صالح أنقذهم من الفشل حين دعا إلى تشكيل المجلس السياسي ثم لما أرادوا تشكيل الحكومة اختلفوا في الحقائب الوزارية وكان شرط علي عبدالله صالح أن ينسحبوا من المؤسسات اللجينة الثورية يعني يريد هو انقلاب عليهم يعني كان يريد أن ينقلب على الحوثيين انقلاب على الانقلاب أي انقلاب على الانقلاب والسيطرة والاستحواذ على كل شيء بحكم أن لديها الأدوات الإدارية بيده بيد الحزب المؤتمر الشعبية العام فانقلب الحوثيون عليه من جانبين الجانب الأول هو الضغط على المؤتمرين وعلى مؤسساتهم الإعلامية حتى أصبح علي عبدالله صالح يتذلل لهم وفي منشوراته وفي مطالباته ويتمسك انتجال الحوثيين ينقذ رقبته ويضحي ببقية أعضاء المؤتمر الشعبية العام بمعنى أن يكونوا طعم لكي ينقذ بها نفسه النقطة الثانية أنهم أيضا خذلوه حين ذهبوا إلى المهاوضات بعيدا عنه وهنا أهملوه وأهملوا الجانب الذي كان يستقوي به لأن خطابات علي عبدالصالح الأخيرة كانت حالة استعظام تجاه الحوثيين بمعنى أنه كأنه يشير إلى أنهم فشلوا وأنه هو الأول والأخير في المسألة وأنه هو المدبر والمسيطر لمسألة إدارة الإنقلاب فهنا خذلوه الحوثيين وأوقعوه في حالة حريجة وهذه الأشياء يعني غياب هنا مقصود تغييب أكيد تغييب مقصود ونعرف الحوثيين عندما يتحركوا بنقاط يتحركوا وهم حاسبين لها يعني هذا أيضا بإعادة يعني شعورهم بالقوة أمامه هو تحديدا يعني هم يرون أنهم أنقذوه أنقذوه يعني أنقذوه حين من القرارات الدولية التي كانت معزا عليه وهم لا يقبلون بأحد يعني السياسة الإيرانية التي تدير بها حلفاءها أي شخص يخرج على التعليمات يتم التخلص منه بطريقة أو بأخرى وبالتالي يعني الوسيط في لبنان في الضحي الجنوبي ما بين المؤتمر والحوثيين هم يدركون هذه المسألة وبالتالي هم الآن يصبحوا يتلمسوا لعلي عبدالله صالح وحسن به أي عذر كي ينقذوه من الورطة لكن في الأول والأخير الخلاف المتفشي ظهر صحية دائما وهو دلالة على أن الوضع أدير بعقلية العصابات هل يعني هذا أنهم معرضون هم نفسهم الأسماء والرموز الحوتية الآن معرضون أيضا للتصفية فيما لو خرجوا عن الطاعة الإيرانية بالطبع كما صفية من قبلهم كما صفية من قبلهم أيام الحوار الوطني صفية اثنين وبعدين أيام دخلوا صنعة صفية ثلاثة وهكذا ودائما كل من يخرج عن الخارطة والتعليمات هناك شركات جاهزة تقوم بهذا الأمر خصوصا أنها تريد إيران أن تدير الوضع في اليمن كما تدير بغداد اليوم وهذا مستبعد في ظل الشرائح المجتمعية اليمنية التي لا ترضخ لمثل هذه التصرفات وهي ستظل تقاوم الشعب اليمني أنا أقول لك حتى لو تم أي شيء في الوضع السياسي أو العسكري فإن حالة الثأر والانتقام لدي الشعب اليمني ثقافة وأنا يعني لو من يقرأ التاريخ اليمني منذ ثورة 62 إلى أحداث المناطق الوسطى أحداث المناطق الوسطى لا زال التصفيات والثأر إلى اليوم يعني يعني لازال هناك تصفيات الحسابات ما بين القبائل ما بين الأسر ما بين الأفراد فبالتالي الشعب اليمني مسألة العرض والدم لا تسقط عنده بالتقادم ولا بالعفو السياسي ولا بالمصالحة السياسية ولا بأي شيء ولا دخل الحاكم بهذا الأمر ولا المرافق الدولة وإنما في حالة هذه الأمور الشعب اليمني يدير صراعه بذاته عبر ما يسمى بالثأر الذي هو متمرس فيه وأصبح ثقافة أغرق المجتمع اليمني أغرق حقيقة على أيدي هؤلاء الإنقلابيين حقيقة يعني نساها يعني تعرضا إلى الأذى وقتلنا وشردنا وانتهكت يعني كرماتهم وأطفال وبيوت يعني لها حرماتها أيضا ومقدسات أيضا كلها تعرضت فعلا يعني هذا فعلا أنه أمام حقت وكراهية الآن ضد هذه المجموعة ستبقى في الأرض اليمنية يعني هو كان يريد الحوثي أن يحكم عبر سياسة التركين فإن لم فالتجويع فإن لم يزرع الزرع الأرض بالحرب الطائفية يعني هي إما الحرب الطائفية أو الحرب الأهلية طبعا حالة الزر هي ليست طائفية وإنما حرب أهلية لأنه نحن نجد يعني كل من يتحالف مع الحوثي الآن طيب أصبح غريم لدى الطرف الآخر نعم اسمح لي بسنتقل ضيفي تأخرنا عليه قليلا لأن العقيد عبده عقيد عبده يعني هل نفهم من التراجعات يعني أو إذا ما قلنا أنه يحدث بعض التراجعات لديهم لدى الإنقلابيين في بعض الجبهات هل نفهم منها هو محاولة الاحتفاظ بصنعة أو تعزيز يعني وضع صنعة بحكم أنها ذات رمزية مختلفة يعني عن تعز وأن تعز الآن أصبحت في حكم المحررة يعني بشكل كبير يعني أعتقد أن هذه الميليشيات تدرك أن تعز تمثل لها مشروعا كبيرا جدا وسقوط تعز يمثل سقوط المشروع الطائفي الإيراني المقوسي لا شك أن صنعة لها قدسيتها ولها أهميتها السياسية والعسكرية بالنسبة للميليشيات لكن نحن نبشر كأخي بأن صنعة قادمة إلى حضر الشرعية لا محالة مهما حاوة هذه الميليشيات أن تغطي عين الشمس لكنها في الحقيقة تدرك تماما أن قوات الشرعية على أبواب صنعة وأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عازمون على دخول صنعة مهما كانت التكلفة ومهما كانت الأثمان الإدراكنا الشديد أن صنعة تمثل النقطة المضيئة والنقطة السياسية في صلب الشرعية كما أن تعيس تمثل النقطة الأساسية في صلب الفكر الطائفي الشيعي إلا أن صنعة تمثل هذه النقطة في خضم التاريخ السياسي للجمهوري اليمينة بشكل عام مهما حاولت الميليشيات أن تتسقط أو تتخلص من بعض القبهات في الجمهورية والاحتفاظ بصنعاء هذا يدل على أن الميليشيات في الطور النهائي وفي طور الخلاص منها بإذن الله عز وجل كنا تحدث قبل قليل شرط في حديثك في سؤال سابق عن اقتراب التلاقي المحورين محور الحديدة ومحور التعز في العمليات العسكرية وأيضا محور الصعدة ومحور مران أو الجوفة تتحقق فيها انتصارات الآن أيضا الجيش الوطني والمقاومة أمام هذه شبه الحصار في الواقع لمراكز تواجد هذه الميليشيات كيف يبدو لك الآن زمنيا يعني هل تتوقع أن الفترة الزمنية القادمة القريبة جدا ستشهد فعلا تضييق هذه المساحة كعسكري يعني بإذن الله عز وجل من خلال الشواهد الميدانية والواقعية والتحركات على مستوى معظم المحاور كما ذكرت أخي سواء في محور صعدة أو محور القوفة أو محور مارب أو محور حقة أو محور الحديدة أو محور تعز كل هذه المحاور هي الآن تسير بخطة حثيثة إخواننا في قيادة التحالف مع القيادة الشرعية بعد رسم الخطة الكافية والكثيلة بتسريع عملية تحرير هذه المناطق أعتقد أن الخطوة الآن تسارع بشكل أكبر والميليشيات تتهاوى في كثير من القبهات بإذن الله عز وجل سنشاهد في الأيام القادمة وفي الأسابع القادمة تخلص كبير من هذه الميليشيات في كثير من القبهات مهما حاولت النظام الإيراني استقداء هنا أو هناك أو تقبيل معظم الكيانات الأخرى والسفارات الأخرى لتحسين خروج هذه الميليشيات نحن نعلم أن مبادرة كير الأخيرة كانت من باب إنقاذ الميليشيات ليس إلا نعلم أيضا أن إيران تسعى في هذا القانب لإنقاذ عملاءها المقوز داخل اليمن نحن نقول لهم بغير الحسم العسكري لن نتخلص من هذه الميليشيات وأي حل سياسي سيفضي إلى أي نتائج سواء كانت إقابية أو غيرها لن يفضي إلا إلى تأصيل وجود هذه الميليشيات نحن في القيش الوطني والمقاومة الشعبية مصممون على مبدئا واحد وهو التخلص من هذه القرثومة الذي نخرت في القسد اليمني وأودت بكثير من أبنائنا وإخواننا وأهلنا في جميع المحافظات لا نقازهم بأن نعيدهم الخارطة السياسية ونكافئة ومكافأة بل على العكس التخلص منهم واقب قيمي وواقب ديني وواقب وطني في الأول والأخير نعم قبل أن أختم معك وأنت حجز بيننا وبينك يعني السؤال الآن عقيد عبدو يعني موضوع الألغام يمثل مشكلة حقيقة للمجتمع المدني أيضا كيف تتعامل معها الآن وإلى أي مدى وصلتم في تطهير وتنظيف المناطق القريبة من الجمعات السكنية الآن وإلى أي مدى هي تعيق حركتكم على الجبهات خلال الأيام الثلاثة الماضية والفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية تعمل ليل نهار للتخلص من هذه الحقول حقول ألغام الكبيرة جدا في كثير من المناطق لدينا مشاكل كبيرة في هذا القانب نتيجة للضخ الكبير لهذه المليشيات والعبوات الكبيرة جدا أخي الحبيب لا تزرع ألغام عادية لا تزرع ألغام حروب لكن تزرع عبوات إيرانية كبيرة جدا وخبراء إيرانيين لبنانيين يشتغلوا في هذا المقال كله لقتل أبنائنا وقتل إخوائنا وقتل أبطائنا في الميدان الآن في القبهة الشرقية تستطيع أن تقول معظم المناطق في القبهة الشرقية في حي العسكري وصالة وحي مدرسة محمد عثمان وبازرعة وحي القصة القمهوري كلها مناطق مزروعة بشكل كبير جدا للألغام منظمات حقوقية الشغل الآن في الميدان توثق هذه المآسي وهذه المقازر كثير من أبطائنا وكثير من الشباب الآن فقدوا معظم أرقلهم وأيادهم بسبب هذه الألغام نحن نقول أمام المجتمع الدولي وأمام منظمة الحقوق العالمية يجب أن تزيح الغبار عن عينها لترى هذا الإجرام الإجرام الفارسي المقوسي الذي يحيق بأبنائنا في اليمن وبالتعز بالذات نحن نعمل بقدر الإمكان وبقدر الإمكانية المتوفرة وإن شاء الله عز وجل خلال الأيام القادمة سنزيح معظم هذه الحقول وسيعود الناس إلى منازلهم وسيعود المهقرين إلى مناطقهم وسيعود أبناء تعز إلى موارسة أعمالهم كما تم في بقية المناطق المحررة أنا أشكرك جزيل الشكر للعقيدة عبد الحمود الصغير أو صغير رئيس عمليات اللواء السابع عشر أن كنت معنا واعتدل أنه أنت الحقيقة الحجز الأقمار بيننا وبينك شكرا جزيلا لك وأكمل حديثي مع ضيفي هنا الأستاذ أحمد أستاذ أحمد أيضا هذا الوعد الذي علن عنه كيري أمس على أنه ذا اليوم ستوقف طلاق النار والسريان ما تم بحثه مع الحوثيين لكن هذا اليوم مر ولم يحصل في شيء الحكومة شريعة لنتموقفها الآن يعني كيف لنت تشوف الأمور تتجه إلى أين الحكومة اليمنية ممثلة بالشرعية لديها يقين تام بأن الحوثي لا يمكن أن يلتزم بأي اتفاق على الإطلاق يعني منذ خروجه من دماج اليوم لم يلتزم باتفاق واحد اتفاق واحد لم يلتزم به وهذا أصبحت ثقافة عند الحوثي أنه دائما ينقض الاتفاق قبل أن يجف وحرج من دماج يدهم لطخة بدماء أهل دماج ليست مكانه لكنه الذي بدأ من هناك يعني منذ أن يتفق مع أهل دماج على وقف إطلاق النار في أول اتفاق إلى اليوم ولم يلتزم باتفاق بعضهم سجله إلى أكثر من مئة اتفاق وبعضهم قال إلى مئتين اتفاق ما بين أحزاب سياسية وما بين جماعة دينية وما بين أيضا قبائل وما بين أشخاص وما بين كل هذه الاتفاقات ينقضها مباشرة يعني هذه ثقافة عنده يحب أن ينقض كل شيء يعني لا يلتزم حتى قلت لك مع أنصاره ومأتباعه يعني هو هكذا حالة فوضوية غوغائية غير مستقرة وبالتالي إنقاذ اليمن من هذه الشرذمة هو إنقاذ للحالة الجرثومية التي يمكن أن تتكاثر في اليمن وفي غيرها يعني الحوثية تتكاثر بشكل جرثومي خطير يعني تنقلب على كل شيء لا يوجد ضابط تنضبط به لا قيم دينية ولا أخلاق ولا عادات ولا تقاليد ولا قانون ولا شرع جميل الآن المشهد اليمن بشكل عام المشهد الرئيسي أو الكبير الآن نحن أمام منجزات على الأرض الآن انتصارات نعم أمام موقف أيضا الحكومة الشرعية موقف جاد وصالم يعني منذ البدايات وكان جادا وصار يمن ورفض حقيقة إعلان بعث الأمم قبل وبالأمس أيضا أعلن موقفه أنه لا تعني هذه التصريحات تلاها أيضا استنزاف الوراق الأخيرة أيضا من الحكومة الأمريكية القائمة الآن الاعتذار أيضا الاتصال برئيس الحكومة الشرعية والاعتذار منه الرئيس مصورهادي يعني أمام هذه المعطيات في المشهد اليمنى بشكل عام الآن كيف يبدو لك في الأيام القادمة المشهد بشكل يعني أنا أظن أن أمريكا كانت تريد جس النبض عبر هذه التسريبات بداية لما تحركت كيري هو كان يريد فقط عملية استفزاز نسميها استفزاز للجانب الشرعية يعني على أساس يعني يرى ماذا سيكون الرد وفي العادة الشرعية تستجيب للاطروحات الدولية قبل الحوثي يعني مرينة كان فيه مرونة قبل أيوة أيوة وهذا المرونة أضرت الشرعية وخففت من السقف نعم والحالة الجادة اليوم هي حالة صحية حالة صحية أولا للضغط على المجتمع الدولي أن ينتبه ينتبه لتعامل مع الميليشيات بهذه الطريقة يعني التعامل المجتمع الدولي بما فيهم جون كوري واسمعي ولد الشيخ تعاملهم مع هذه الميليشيات وكأنها طرف رسمي هذه حالة من حالة الغير طبيعي يعني وبالتالي هذه ثلاثين ثانية لينا أنت الوقت عندي ثلاثين ثانية تخدم هذه الفترة أي أقصد أنه لا بد أن يدرك المجتمع الدولي أن هذه جماعة وعصابة لا يؤمن عليها ولا يوثق بها وهذه يجب علينا أن نتعامل معها على هذا الشكل وإلا فإن المجتمع الدولي سينقلب على كل أطروحاته وقيمه شكرا جزيلا لك شكرا لك إذن أيها الأخوة شكرا لضيفي في حلقة الليلة من المشهد اليمنية لأستاذ أحمد المهدي الخبير والباحث الشؤون اليمنية وكان معي أيضا من تعز العقيد عبد الحمود صغير رئيس عملية الواء 17 تحية لكم من فريق برنامج المشهد اليمني ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر